اه النهاردة هنكمل اه درسنا اه ونبدأ بصفحة اه سبعتاشر اه درس بعنوان اه طبعا كلمة اه بمعنى جثة اه زهرة بمعنى اه زهرة او الغثة اه او ترجمة افضل اه الزهرة الميتة نالت زهرة الجثة او الزهرة الميتة لقبها كلمة نكنام بمعنى لقب because of its distinct smell بسبب رائحتها المميزة كلمة distinct بمعنى مميز the flower smells like a dead body فلتلك الزهرة رائحة الجسد الميت dead body in fact في الواقع natives of sumatra indonesia thought it ate meat اعتقد السكان الاصليون لدولة او لاقليم سمطرة في دولة indonesia انها كانت تأكل اللحم تلك الزهرة they would destroy the flower so it couldn't eat them فكانوا يدمرون تلك الازهار اعتقادا منهم انها ستأكلهم the smell is so strong فرائحتها قوية جدا that humans can smell it a half mile away لدرجة انه يمكن ان تصل رائحتها للانسان يمكن ان يجتمها الانسان من على بعد نصف ميل the smell attracts the insects that pollinate the flower تجذب الرائحة الحشرات التي تلقح الزهور كلمة pollinate كما علمنا في درس السابق معناها يلاقح البراجراف الثاني القطعة الثانية من المقالة the flower looks impressive تبدو الزهرة جميلة المنظر it is a big plant فهي ضخمة في الحجم طبعا هنا في الجزء ده وصف لي الزهرة ضخمة في الحجم the flower head can grow up to ten feet tall يمكن ان تنمو او ان ينمو رأس تلك الزهرة الى حوالي عشرة اقدام يمكن ان يصل التفحة الى حوالي عشرة اقدام the flower emerges from a giant root وتظهر الزهرة طبعا كلمة emerge يعني يظهر او احيانا يطرأ تنمو الزهرة او تظهر يعني من جزر خارج جزر عملاق giant that can weigh nearly 200 pounds يمكن ان يصل الوزن الى حوالي 200 رطل كلمة pounds بمعنى ارطال رطل وحدة قياس قديمة لا تستعمل حاليا قياس وزنة طبعا when it is not blooming عندما لا تكون تلك الزهرة في فصل الازدهار كلمة bloom يعني يزدهر it has a big leaf that grows up to 20 feet tall بها او ينمو منها ورقة كبيرة الحجم تصل الى حوالي 20 قدم في الطول paragraph 3 قطعة 3 it likes the shade تحب الزل warmth حرارة and rich moist soil of the western sumatra region تحب النمو او تنمو في الزل والحرارة والتربة الغنية بالمواد يعني الغذائية الرضبة كلمة moist بمعنى رضبة في منطقة sumatra الغربية region بمعنى منطقة unfortunately the plant is becoming very rare ولكن للأسف كلمة unfortunately للأسف بدأت هذه الزهرة في الانقراض أصبحت نادرة كلمة rare بمعنى نادر deforestation deforestation هو مصطلح معنى القطع الجائر للأشجار كلمة forest يعني غابة deforestation مصطلح بمعنى القطع الجائر للأشجار هذه العملية is destroying the places where it grows تدمر المناطق التي تنمو فيها people who like to obtain rare flowers أما الناس الذين يحبون اقتناء obtain يحصل على أو يقتني اقتناء هذه الأشجار أو سوري هذه الزهور النادرة dig it up يقتلعونها طبعا لأحد العامل الأخرى لانقراض هذه أو لإقتراب انقراض هذه الزهور there may be none left in the wild soon وربما لن يتواجد قريبا أي من هذه الزهور في القريب العاجل طبعا in the wild يعني في البرية there are few corpse flowers outside of Sumatra يوجد القليل يوجد القليل من هذه الزهور خارج خارج Sumatra خارج هذا المكان they were first sent to Europe in 1878 أرسلت هذه الزهور إلى أوروبا أول مرة في عام 1878 sadly للأسف it really flowers outside of Sumatra نادرا ما تنمو نادرا ما تزدهر خارج Sumatra طبعا كلمة flowers هنا مش اسم بمعنى زهرة لا هو الفعل المستمد من الاسم آآ نفس الكلمة آآ كلمة flowers هنا فعل بإضافة S لأن الفعل مفرد إن هو it فبالتالي كلمة flower معناها يزدهر with careful maintenance ومع وجود اعتناء كاف طبعا maintenance معنى صيانة لكن ما ينفعش نطلق على الصيانة الزهور لكن العناية العناية الحريصة بتلك الزهور however ومع ذلك botanists can sometimes help it to bloom outside the wild يمكن لعلماء النبات أحيانا مساعدتها على الإزدهار أو النمو خارج البرية كلمة botanists أعتقد وردت قبل كده في مقالة درسناها بمعنى علماء نبات it is much smaller in cultivation ولكنها أصغر حجما عند نموها عند نموها بالكامل الأسئلة في صفحة 18 طبعا number one which of the following best expresses the essential information in the highlighted sentence أي التعبيرات التالية يمكنه وصف المعلومات الموجودة في الجملة التي بالخط الأسود الثقيل وذا تدريب تعودنا عليها بكده نرى الجملة مع بعض الخط الأسود الثقيل they would destroy the flower so it couldn't eat them كانوا يدمرون تلك الذهور حتى لا تتمكن من التهامهم هل معنى ذلك the natives killed the corpse flower because it was a carnivore هل كان السكان الأصليون لصمطرة يقتلون تلك الذهرة لأنها كانت طبعا كلمة carnivore بمعنى any animal that eats meat كلمة carnivore معناها أي حيوان يأكل اللحم هل لهذا السبب اختلعوها دمروها أم ب the natives killed the corpse flower because they thought it ate people كانوا يدمرونها لأنهم اعتقدوا أنها تأكل البشر الناس أيوة الإجابة الصحيحة هي ب رقم اثنين according to the passage which of the following climate conditions are required for the corpse flower to grow طبقا للمقالة أي الظروف المناخية التالية هو الأنسب أو المطلوب لنمو تلك الزهرة هل warmth direct sunlight and rain الحرارة وضوء الشمس المباشر والمطر أم hot weather الطقس الحار shade الظل and lots of rain والكثير من المطر بالضبط هي الإجابة ب رقم ثلاثة according to the passage which of the following is not one of the reasons for the rarity of the corpse flower أي الجمل التالية أو أي الخيارات التالية ليس سببا في ندرة تلك الزهرة animal activity النشاط الحيواني أم human activity النشاط البشري تمام هو فعلا النشاط الحيواني هي الإجابة الصحيحة حرف A سؤال الثاني fill in the blanks with the correct words نملأ الفراغات بالكلمات المناسبة distinct بمعنى مميز emerged ظهرة أو نشأة regions مناطق obtained حصل على أو اقتناء maintenance صيانة أو اعتناء ب number one in the 16th century في القرن السادس عشر سباين نواط most of its gold from the new world معظم الذهب من العالم الجديد طبعا العالم الجديد يقصد ب أمريكا كان أطلق على أمريكا في ذلك الوقت the new world العالم الجديد طبعا الإجابة الصحيحة هي نعم obtained حصلت على حصلت أسبانيا على ذهبها من العالم الجديد يبقى obtained hardware طبعا كترجمة حرفية هي الأجزاء الصلبة من جهاز أو آلة requires the testing and cleaning of equipment يتطلب اختبار وتنظيف المعدات أيوة بالضبط كلمة maintenance يعني صيانة الأجزاء الصلبة hardware maintenance هنكتف نواط رقم 2 maintenance ثلاثة the nazi movement in Germany الحركة النازية في ألمانيا نواط after the great war بعد الحرب العظيمة أيوة الإجابة صحيحة هي كلمة emerged ظهرت بعد الحرب العظيمة كلمة emerged في رقم 3 the mountainous طبعا صفة من كلمة mountain بمعنى جبل يبقى mountainous جبلي نواط of Canada are known for their ski resorts في كندا مشهورة برياضات أو منتجعات ممارسة رياضة التزلج على الجليد ski يعني يتزلج ski resorts منتجعات تزلج على الجليد رقم 4 طبعا هتبقى the mountainous regions المناطق الجبلية يعني اكتف رقم 4 regions اللي هي مناطق آخر حاجة رقم 5 مميزة kakney is نواط dialect هي نواط dialect dialect يعني لهجة لهجة في الحديث أو الكلام في اللغة هي لهجة عايزين طبعا كلمة معينة طبعا المتبقى distinct هتبقى distinct dialect يعني لهجة مميزة يعني يكتف النواط distinct رقم 5 كلمة distinct هي لهجة مميزة للغة الانجليزية تستخدم في شرق لندن آه شكرا وأراكم المرة القادمة بإذن الله